وقوع الطلاق الشفهي إلا بتوثيق أمام المأزون طبعا هذا الحكم أو هذه الدعوة كانت من كلام الرئيس في خلال خطابه وطبعا نحن الآن لا نهتم بهذا الموضوع من أجل أن الرئيس قد أثاره ولكن نحن نهتم به من أجل أنه من الموضوعات الحيوية التي أصبحت سببا لخراب الأسر وخراب البيوت أن الرجل ينفرد بزوجته أو يكون أمام أهلها وبعدين يقول لها أنت طالق أو أنت حرام علي ولا يكتفي بهذه المرة بل ممكن أن يعدد المرات التي يقول فيها هذا القول نعم نحن لا ننكر أن الأصل هو أن الطلاق يقع من الزوج لا ننكر هذا وكان هذا هو العمل عليه في به أو العمل به في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وإلى أن سيأتي إن شاء الله هذا القانون لأن تلوقتي أصبحت الحال بتاع المجتمع بيتغير تغييرا جذريا بسبب كثرة وقوع الطلاق زي بقول لكم أنا معي إحصاءات إن شاء الله هقولها لكم الآن فلما المجتمع لوحده إحنا عارفين أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع ولما تفسد الأسرة وتنهار بأبنائها وبزوجتها وبأزواجها وبيؤثر ذلك على ماذا يؤثر ذلك على المجتمع ككل إذا نحن حينما نهتم بهذا الحكم الشرعي ليس من أجل أن أثاره رئيس الدولة ولكن من أجل أن نخفف الضرر الذي يترتب على وقوعه دون وثيقة وطبعا حنجد أو وجدنا معارضين كثر لهذا الحكم واعترضوا بأن الأصل في الطلاق هو أن يكون شفاهيا أو أن يكون لفظيا لكن أنا طبعا حرد عليهم إن شاء الله وبس بسألهم سؤال أولا هل هذا الحكم اللي هو أن الطلاق الشفاهي لا يقع إلا أمام وثيقة إلا أمام مأزون وبوثيقة هل هو مخالف أول سؤال هل هو مخالف للشريعة الإسلامية أم أن هناك نص في القرآن الكريم في سورة الطلاق يفيد وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق وإبطال الطلاق بدون إشهاد وجبت لكم الآية مبارح اللي في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم إذن الكلام اللي إحنا هنقوله بالنسبة لعدم وقوع الطلاق عند عدم وجود الوثيقة أيضا هنقوله أو بنقوله أو القرآن قاله ما إحنا اللي بنقوله القرآن قاله من أول ما نزلت هذه السورة الكريمة ولكن للأسف الشديد التعصب المذهبي بين الفقهاء والخلافات المذهبية جعلت أن البعض يتعصب لرأي ويفرضه أو يريد أن يفرضه على الجميع ويترك الأراء الأخرى ونحن لكي نطبق مصالح الإسلام التي هي فيها تعديل يعني كأننا بنطبق تعديل أو تغيير الخطاب الديني إحنا متمسكين بالنص ونشوف بقى مصلحة من وراء هذا النص ما هي المصلحة من وراء عدم وقوع الطلاق الشفاهي إلا أمام مأزون ما هي المصلحة؟ المصلحة هي أن الزوج لا يستطيع أن ينكر عدم الوقوع ثم هل في ذلك سلب لإرادته؟ ليس هناك سلب لإرادته هو الذي يملك الطلاق وهو اللي بيطلق أمام المأزون هو بنفسه ولكن زي ما بنقول خشة الإنكار أنت واحد عايز تطلق وفكرت في الطلاق أو أصريت على الطلاق ما يديرك أن يكون أمام المأزون؟ إيه اللي يدرك؟ أنت أصلا قاصد أنت أصلا قاصد وناوي وإذا كان هناك في أيام الرسول والأربعتاشر قرن الأولى كان هذا الطلاق نقع مثل الزواج كان موثقة لم يكن موثقا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء قانون 29 ووجد الفوضى ووجد الذبم الخاربة فجاء في هذا القانون أن الزواج لا يكون صحيحا إلا إذا كان موثقا أمام المأزون هنا بنقول أن الطلاق الذي هو إنهاء للزواج لا يكون صحيحا ولا يكون واقعا إلا أمام المأزون إذا نحن لا نسحب منك شيء أنت كنت يعني فيه لا أنت أصلا كنت بيتطلق كده وأنت أصلا أنت لنوي الطلاق فإحنا بس بنحافظ أو بنحصن كلمة الطلاق من التخريب أو من الاتهام بالتكرار أو الخداع أو 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 بيوت كثيرة تقوم على كثرة كلمات الطلاق بل الطلاق بس للطلاق والتحريم أنت مطلقة علي أنت طالق وأنت محرمة علي كمان مش عارف أن التحريم ده لو قرنوا بالأم ولكنه يبقى له خطرته